اهلا 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 بحضراتكم عاملين ايه كله تمام حكتين مهمين جدا 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 حصلوا اوجروا النهاردة جزء منها وهي شديدة الاهمية وهي طمأنة فخامة الرئيس عبد الفتح السيسي لعموم المصريين بضمان العودة الامنة للمصريين من السودان وتوفير كل ما يلزم من الخدمات الاغاثية والطبية والغذائية في المعابر البرية ما بين البلدين الشقيقتين صاحبات التاريخ الطويل المشترك ده فضوء الدور اللي بتقوم بمصر حكومة وشعب في الوقوف بجانب اخوتنا الشعب السوداني في ازمته الرهنة اللي بيمر بيها طبعا زي ما حضراتكم عارفين ده حصل النهاردة خلال اجتماع فخامة الرئيس مع دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين في اطار المتابعة المستمرة لعملية اجلاء المواطنين المصريين من السودان الشقيق اما الخبر التاني وهنروح له بعد شوية وهو اتفاق وزراء الخارجية العرب على عودة الكرسي السوري الى الجامعة العربية خلونا الاول نشوف تقرير حول الطمأنة اللي بعثها وارسلها واعلن عنها بمنتهى الجلاء فخامة الرئيس لاهلينا بشكل عام السودانيين واحنا كشعب المصري تحديدا من المصريين المتوجدين على الاراضي السودانية ونرجع نكمل الكلام عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق كامل الوزير وزير النقل صرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية ان السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات عملية اجلاء المواطنين المصريين من السودان وتسهيل عودتهم لارض الوطن دون عوائق كما تم عرض الجهود المكثفة التي تقوم بها اجهزة الدولة لتنظيم عملية التوافد الى مصر من السودان عبر المعابر الحدودية بين البلدين سواء من المواطنين المصريين او الاشقاء السودانيين او في اطار المساعدة في اجلاء رعاية عدد من مختلف دول العالم اضف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه بضمان العودة الامنة للمصريين من السودان وكذا توفير ما يلزم من خدمات اغسية وطبية وغذائية في المعابر البرية بين مصر والسودان وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به مصر حكومة وشعب في الوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق في الازمة الراهنة التي يمر بها بالاضافة الى الجهود الحثيسة التي تبذلها للدفع في اتجاه التوصل لحل سلمي للازمة يعيد الامنة والاستقرار للسودان اهلا بحضرتكم مرة تانية اظن زي ما حضرتكم شايفين حتى على مستوى او صعيد الصورة اجتماع الرئيس مع المسؤولين المعنيين بهذا الملف سواء اذا كان الملف او تحديدا النقطة المتعلقة بالطمأنة حول عودة اهلين المصريين المتواجدين على الاراضي السودانية امنين بنسبة 100% الى وطنهم الى مصر وايضا بشأن كل ما هو متعلق بدعم واغاتة اخواتنا السودانيين على الحدود المصرية السودانية والمعابر احنا هنا بنتكلم على صورة تتحدث عن نفسها لو صح الكلام صورة هي تعبر بل وتشرح نفسها ذاتيا احنا شايفين ان المؤسسات المسؤولة عن هذا الملف رؤوسها موجودين مع فخامة الرئيس اذا المسألة يا جماعة علشان برو تبقى فاهم المسألة مش بس شديدة الحساسية المسألة هي الاولوية القصوى لدى فخامة الرئيس مش بس في هذا اليوم ولكن بشكل عام احوال المصريين وامنهم وامنهم في اي مكان على سطح الكرة الارضية وكمان دعم الاشقاء دعم اخواتنا السودانيين والوقوف بجانبهم في خلال هذه الازمة الرهنة الى ان تنتهي قولوا ان شاء الله من الازمة السودانية اللي هي بالتأكيد تقرق الزهن العربي تقرق المواطن العربي زي ما هي بتقرق السياسيين المواطن العربي بالتأكيد كله قلبه مع السودان لكن في نفس الوقت بتلاقي ان هناك امور مشرقة زي انه رفع التجميد عن سوريا في الجامعة العربية وزراء الخارجية العرب تبنوا قرار برفع التجميد المفروض على عضوية سوريا في الجامعة العربية واللي كان حاصل من سنة 2011 جدير بالذكر ان مصر كانت اول وابرز الداعمين لهذه الفكرة ان الحل دائما حلا سياسيا احتواء ما يحدث في سوريا احتواء الامر برمته عدم اقصاء سوريا باي حل من الاحوال لان الحل سياسي الحل مش عسكري بل ان الحلول العسكرية دائما ما تدفع الى تدخلات اجنبية او اخلمية داخل الاراضي السورية او العربية بشكل عام لا قدر الله ان حدثت اي ازمة دي المقاربة وده التوجه وده الاساس اللي بتتحرك عليه السياسة الخارجية المصرية بل وتتحرك عليه الدولة المصرية كلها خلنا ناخد معنا على التليفون دكتور حامد فارس استاد العلاقات السياسية الدولية اهلا 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 يا دكتور سعيد بسمع صوتك يا يسر انا اكتر صوتك واثرة البرنامج بألف خير وحضرتك بخير اللهم امين دكتور حامد كيف ترى هذا القرار الاخير من وزراء الخارجية العرب بعودة سوريا مرة تانية الى حاضنة الجامعة العربية طبعا هو قرار تاريخي بكل ما تحمل الكلمة من معنى لانه اتى بعد مجهود ودبلوماسية كبيرة شارقت فيها كل الدول العربية من اجل انفتاح على الدولة السورية خاصة ان كل المؤشرات كانت بتؤكد على ان سوريا في طريقها للجامعة العربية وبان ذلك اصبح امرا واقعا في ظل ان تجنيد عضوية سوريا كان خطأ استراتيجي يعني وقعت في اغلبية الدول العربية وبالتالي كان لابد من تصحيح هذا الخطأ وعودت سوريا مرة اخرى في ظل ان اصبح وعي وادراق الدول العربية لعودة سوريا الى الجامعة العربية اصبح امرا واقعا خاصة ان استبعادها واستبعادها لن يأتي بجديد لن يحقق الهدف المراض منه وهو حل الازمة السورية المتعاقبة في ظل ان الدولة المصرية دائما وابدا ومن خلال ثوابتها في سياساتها الخارجية تعتمد دائما على سياسة متزنة سياسة رشيدة سياسة حكيمة قائمة على ايجاد حلول داخلية للازمات العربية وده اللي شاهدناه في ثلاث مواقف متتالية سواء في الازمة الليبية من خلال مبادرة القاهرة اللي تم الاعلان عنها في 26-26-20 واللي اكدت الدولة المصرية من خلالها وفي اولى بندها على انه لابد من ايجاد حل سياسي ليبي ليبي ثم بعد ذلك الازمة السورية وتأكيد مصر دائما على انه لابد ان يكون هناك حلا سياسيا بعيدا عن الحل العسكري وايضا الازمة السودانية وتأكيد مصر انها ترفض تماما تدول القضية وتسعى دائما وابدا الى ايجاد حل سوداني سوداني بما يتوافق مع الرغبة المصرية الدائمة لحل حالة الكثير من القضايا العربية وفي نقطة مهمة جدا يا سيد نوسف لابد ان اشير لحضرتك عليها جدا وهي ان لأول مرة نجد ان الحلول العربية تنبع من الداخل العربي بعيدا عن اي تدويل بعيدا عن اي تنصيق مع القوى القبرى واصبح هناك قوى عربية قادرة على تحمل هموم الامة العربية وقادرة على انتشال شعوب تقطت فيما اطلق عليه يعني او المزمع الربيع العربي الذي لم يحقق الا الخراب والضمار وادى الى انتكاسة عربية متزايدة في الفترات الصادقة للكثير من الشعوب العربية طب دكتور حمد يمكن الكلام ده هيخلينا نستدعي سؤال اخر مصر بالفعل هي اكبر واقوى جيش موجود في المنطقة العربية الشرق الاوسط القرى الافريقية دول العالم الاسلامي وبعتبر ان احنا اصبح في عندنا دائرة حيوية جديدة ظهرت يمكن مع تولي فخامة الرئيس الحكم في مصر وهي دائرة شرق المتوسط فاحنا بنتكلم على اقوى جيش موجود في اكتر من مستوى في اكتر من دائرة حيوية وبالرغم من ذلك ثابت مصري واضح واكيد واصيل هو عدم استخدام الحلول العسكرية على الاطلاق والذهاب نحو الحلول السياسية ليه دولة بتمتلك جيش بهذه القوة تذهب دائما الى المقاربات السياسية ده معنى ايه؟ معناه ان هي دولة متركة لحجم المخاطر وحجم وقوة الدولة المصرية الدولة القوية هي ما تنتهج دائما وابدا الحلول السلمية السياسية القائمة على التوافق وفي اطار البحث عن حلول سياسية شاملة للقضية اثبتت وبالتجارب ومن خلال التصرحات الوزير الخارجية المصري اليوم اللي اكد انه لا حل عسكري للازمة السورية وفي اطار ان مصر ومن خلال قيادتها السياسية ممثلة في الرئيس السيسي تبحث عن شرق اوسط جديد قائم على عدم وجود صراعات شرق اوسط متزن شرق اوسط تسعى في اطار الدولة المصرية الى تحقيق الكثير من المنفعة المتبادلة والشراقة الاستراتيجية القائمة على مبدأ رابح رابح والعمل على ايجاد حلول سياسية سلمية للقضايا العربية باعتبار ان مصر اذا تم جرها وهناك كانت هناك محاولات لجر الدولة المصرية من كثير من القوى الدولية والاقليمية للتدخل في السودان ولكن مصر دائما وابدا ما تنتهج السياسة المستزنة والشاهدنة وبشكل دقيق كيف تعاملت القيادة السياسية المصرية بحرص شديد في التعامل مع عزمة الجنود المصريين في اجلاء رعاياها في التعامل مع مقتل الملحق الاداري في السودان ونجحت مصر فيه ان تستعيد دورها بشكل كبير في اطار حرصها على لعب دور متوازن في كافة القضايا العربية والاقليمية وهذا يدل على ان القوي هو من يتمسك بالسلام من يتمسك بتصفير المشاكل من يسعى الى ايجاد شرق اوسط بدون صراعات هي سياسة متزنة للقيادة السياسية المصرية ولفقامة الرئيس السيتي تم ارساها منذ العام 2014 وتسير عليها الدولة المصرية وهو ما نجحت في الدولة المصرية في ان يكون هناك تجازب كبير من قبل القوى الاقليمية لإقامة وعودة علاقتها مع الدولة المصرية مرة اخرى وده اندل على شيء يدل على نجاح السياسة الخارجية المصرية في كسب هذه المعارك ولكن دي الدبلوماسية الرئاسية المتزنة والحكيمة والرشيدة طيب يعني برضو الكلام بصراحة مع حضركة دكتور ميتشبعش منه فهستأذن اتقل بسؤال تالت وهو انه مصر كانت الدولة الاولى والاكثر اصرارا على مسعى سياسي لحل الازمة في سوريا الى اي مدى نقدر نقدر حتى تقدير موضوعي جدا يعني ووقعي جدا لفاعلية وقوة دور القاهرة في وصول او عودة سوريا مرة تانية للجامعة مصر لم تطرق اجتماع عربي او اقليمي الا وكانت داعمة للدولة السورية الا وكانت داعمة لحقوق الشعب السوري لان الدولة المصرية اضرقت وبشكل كبير وبالاخص بعد دبلوماسية الزلزال التي وقعت في 6 فبراير الماضي واتقطت الكثير من الضحايا واصبح البعد الانساني قوي جدا على نفوس كل العرب لانها لم تحتمل الدولة المصرية وقيادتها السياسية والشعب السوري يان وبالتالي كان لابد من ان تتدخل لرفع المعاناة عن الشعب السوري شاركت مصر في اجتماعات جدة وشاركت ايضا في اجتماعات عمان وايضا لقاءات سمائية وانتقل وزير الخارجية المصري الى قلب سوريا وايضا انتقلت المساعدات المصرية الى شمال شرق سوريا كاول دولة تصل مساعدتها الى هذه المناطب دون ان يكون هناك خوف من القيادة السياسية على حتى من يذهب هذه المساعدات وهي دلالة على ان العروبة والشغطية المصرية تظهر وقت الشدائد لدعم الامة العربية ولدعم القضايا العربية ولن يتوقف يا استاذ يوسف دور الدولة المصرية على عودة سوريا فقط للجامعة العربية ولكن امامنا مشوار طويل وهو ما اشار اليه فخامة الامين العام للجامعة العربية اليوم من ان هذه هي البداية فقط ولكن هناك قضايا ملحة سوريا تحتاج الى دعم سياسي تحتاج الى دعم اقتصادي تحتاج الى دعم امن استخباراتي حقيقي وستعتمد ايضا على الدولة المصرية في اعادة الاعمار ومع الدول العربية في اطار ان مصر لعبت دورا محوريا وكانت همزة الوصل دائما وابدا بين النظام في سوريا وما بين الكثير من الدول العربية لازابة الجليد والعمل على ترطيب وتلطيف الاجواء فيه من خلال اتخاذ هذا القرار الذي هو يعد انتصار للدبلوماتية المصرية وانتصار للدبلوماتية العربية التي تفوقت في هذه القضية على الدبلوماتية الدولية التي دائما ما تنتهي في سياتات معرقلة للقضايا العربية ولا تستطيع اي دولة اوروبية او دولية ان تنسب عودة سوريا اليها بعد هذا التوافق العربي الكبير الذي تحقق اليوم انا هتقل في سؤال رابع طيب دلوقتي من الواضح امام الكل سواء اذا كان المجتمع الدولي او الشارع السياسي العربي ومحترفي العمل السياسي في المنطقة العربية ان مصر خدت خط ومصار في تصفير مشاكل المنطقة العربية والقوة ما بينها وبين بعضها البعض وما بينها وما بين القوة الاقليمية المحيطة بينا وصلنا الى مسألة تصفير مشاكل حقيقية وده واضح جدا والان تأود سوريا الى الحضنة العربية مرة تانية ممثلة في الجامعة العربية هل هذه العودة تساعد بشكل او باخر في حلحلة او المساعدة في ايجاد حلول حقيقية للقضية الفلسطينية على سبيل مثال بعد استقرار سياسي سوري نوعي وبعد العودة الى الجامعة سؤال مهم جدا ومزاكي جدا من حضرتك لان ضمن سوريا الى حضنها العربي وعودتها الى حضناتها العربية سيجعل الجسد العربي اكثر تماسك واكثر قوة تظل ان مصر يا سيد يوسف نجحت في تدشين الية التشاور السياسي والالية السلسية المصرية الاردنية العراقية والضلع الرابع في هذه المنظومة هو الضلع السوري وبالتالي يكتمل اربع اضلاع لمثلث يكون هو نوال شرق اوسط جديد في ظل ان هناك رؤية حقيقية للدولة المصرية في دعم سوريا عسكريا عفوا انتياسيا لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2254 ووضع دستور جديد للدولة السورية في اطار عودة اللاجئين والنازعين السوريين الى وطنهم الام وفي اطار دعمهم ايضا فيما يخص مجال مكافحة الارهاب في نقطة وشريط حدودي مع الشقيقة العراق التي استقرت الاوضاع فيها ايضا نتيجة جهود دوبة وحسيثة قامت بها الدولة المصرية انتقلت مصر الان لدعم سوريا وفي اطار دعم سوريا الارهاب عبر للحدود يحتاج الى المعلومة وكما يعلم القاسي والجاني قوة المخابرات المصرية وقوة اجهزة الدولة المصرية التي ستكون دعامة للشقيقة سوريا في سبيل القضاء على اتجار المخابرات التي مثلت يعني غصة في سبيل عودة العلاقات السورية العربية بشكل كبير وبالتالي القضاء على السنظمات الارهابية والتجارة غير المشروعة سيقول هو نواحى حقيقية لإذابة الجانيد وعودة صفو العلاقات السورية العربية بشكل كبير وبالتالي مصر تلعب دور نحواري ايضا لدعم القضية الفلسطينية التي هي جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية وتنظر اليها الدولة المصرية باعتبارها هي قضية مصرية بامتياز تظل أننا نشهد من أوائل هذا العام أن القضية الفلسطينية أخذت منحة أكثر صعوبة وأكثر وقوع خسائر في الشعب الفلسطيني وضحايا قصر وبالتالي تلجأ الدولة المصرية في إطار سعيها من إطار تشكيل تحالف عربي حقيقي تسعى من خلال العمل على الضغط على إسرائيل لأن من الممكن جدا الضغط على إسرائيل بإراضة عرضية بعيدة من المجتمع الدولي لأن ما حدث اليوم من الممكن جدا أن يكون ينطبق على القضية الفلسطينية ويتم العودة مرة أخرى لمائدة المفاوضات المتوقفة مع الجانب الإسرائيلي منذ العام 2014 في إطار الممصر على عاطقها دائما وأبدا القضية الفلسطينية باعتبارها هي القضية الأم والقضية المركزية للأم العربية أنا بشكورك جدا 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 يا دكتور إلى أن نلتقي قريبا يا رب إن شاء الله كل شكر دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات السياسية والدولية أنا دايما بشوف أنه الإدارة المصرية يعني الرئاسة المصرية أو بمعنى أكثر دقة وضوحة الرئيس المصري بيحط القاهرة في نفس ذات الصفة التحرك الجاد جدا الهادئ جدا الثابت جدا يعني ثوابت للسياسة المصرية ثوابت لأداء المؤسسات المصرية كل في حسب اختصاصه أو كل على حسب اختصاصه وفي نفس نقطة التحركات تكون هادئة وبلا صخب ودون انتظار أي تصفيق حاد المهم على سبيل المثال أن تستقرر المنطقة المهم نصفر المشاكل الموجودة ما بين المنطقة وما بين أي قوة إقليمية محيطة ونستطيع إعادة نسج صدقات وشراكات وتحالفات وحدث كيفما شئت المهم أن مصر تبقى سالمة آمنة مطمئنة بإذن ربنا سبحانه وتعالى وده قدر ربنا إلى يوم الدين إن شاء الله ده ربنا اللي قال يعني دخلوا مصر إن شاء الله هأمني هي مصر كده وهتفضل كده بسابت نحتاج دايما إرادة سياسية وطنية ومخلصة ده اللي عملوا فخامة الرئيس وده اللي عملوا لو صح التعبير طبقة الحكم في مصر خلال الكام سنة اللي فاتوا من 14 حتى 23 احنا بنتكلم تقريبا دلوقتي أهو على 9 سنين تقريبا الشهر الجاي نبقى تقريبا 9 سنين لازم تفكر بالطريقة دي وبهدوء ودون صخب الفرق ما بين العمل السياسي الحقيقي سياسي وما بين الصخب السياسي الفرق ما بين السياسة والمراهقة السياسية فاصل ولسه لنا كلام عندي النهاردة عندي النهاردة أوراق كتير جداً عايزة أشتغل عليها يعني أعوزين نتكلم فيها لكن خليدي أكلمك شوية على التحركات المصرية اللي هي على كافة المستويات مصر بتتحرك فعلاً على أكتر من مستوى وفيه أكتر من اتجاه طول الوقت يعني إذا كنا بنتحرك فيه الملف السوداني والوقوف بجانب أشققنا في السودان وطبعاً عودة المصريين بمنتهى الأمان بإذن الله وإذا كنا بنتحرك على المستوى العربي فيه مثلاً من خلال أو على صعيد الملف السوري عودة سوريا مرة تانية للجامعة العربية والحمد لله وإذا كنا نتحدث حتى عن المستوى القطري زي ما حصل الشراكة القطرية ما بينه وبينك البنك الدولي واتكلمنا عن إفريقيا وإزاي مصر هي الشريك الاستراتيجي بتاع البنك في المنطقة إيه لأخيره طب تعالى أقولك على سبيل مثال برضو فيه اتجاه آخر النهاردة مثلاً بيأكد رئيس مجلس المزراء الدكتور مصفى المنبولي إن مصر اكتسبت خبرة كبيرة وجيدة جداً في استضافة مؤتمر المناخ كوب 27 نحن نتكلم على أكبر مؤتمر المناخ بيحصل في الدنيا بشكل دوري مصر الحقيقة قامت فيه بدور شديد الأهمية مش بس على صعيد التنظيم ولكن تحويله إلى مؤتمر للقرارات والفعل وليس للتوصيات ده عزز فعلاً الثقة بقدرة الدولة على استضافة مؤتمرات دولية كبيرة يعني مش بس ثقتنا في أنفسنا بل وثقة العالم والمؤسسات الدولية في إن إحنا قادرين على إن إحنا نستضيف وننظم بمنتهى الكفاءة والفعلية هذه المؤتمرات الدولية عندنا النسخة الاثناشر من المنتدى الحضري العالمي ده جيه بالمناسبة خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع السيدة ميمونة شريف وكيلة الأمين العام للأم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات طيب دكتور مصطفى مدبولي أكد عليه أكد إن مصر بتشتغل بمنتهى الجهد وبجهد الحاتين من وقت طويل جدا لاستضافة هذه النسخة النسخة الاثناشر كمان رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي شهد مراسم لتوقيع اتفاقية ما بين الحكومة وما بين منظمة الأم المتحدة ممثلة في هذا البرنامج برنامج الأم المتحدة المستوطنات البشرية علشان نبدأ الاستعداد والتحضير لعقد الدورة الاثناشر من المنتدى الحضري العالمي واللي مقرر انعقاده إن شاء الله في القاهرة في نوفمبر عشرين أربعة وعشرين طيب هقولك حتى على الطريقة بتاعت كان أظن كابتن لطيف زمان ولا كان مين واحد يقولي واحد يقولي مصر وقصل والوضع شوف أنا عجبني مثلا في استراتيجية القطرية كلمة مهمة قوي قالها دكتور مصطفى مدبولي العالم عانى من مشاكل مركبة متراكمة أدت إلى هذه الأوضاع الاقتصادية اللي بيأمر بيها العالم كله أنا بفكر معك بصوت عالي يعني بفكر مع المواطن المشاهد انت عايز العالم يعاني من هذه التراكمات والمركبات الإشكالية في اقتصاده يعاني وعاوز إحنا ما نعانيش إزاي أمريكا تعاني من هذه المشاكل وتراكمتها والاتحاد الأوروبي بيعاني العالم بيعاني مصر بطبيعة الحال تعاني احنا بنتكلم على اقتصاديات بالتأكيد أكبر وأقوى مننا وبمراحل ده مش بس كده بلاد عملية زي الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو بلاد زي الصين اليابان كوريا ما كانش عندها أي أزمات سياسية على الإطلاق على الإطلاق خلال 30 سنة فاته ما فيش دول مستقرة زي الفل ما شاء الله دول عمالة بتبني في اقتصادها في دول بدأت من بدري في دول زي الصين بقالها تقريبا حوالي 40 سنة بتعمل هذا البناء الاقتصابي الضخم والمهول عندنا كوريا بدأت تشتغل من الستينيات وصولا إلى هذا الشكل الكبير والمهول الوقت المتحدة طبعا بتشتغل منذ الأزمة الاقتصادية أو من بعد انجلاء الأزمة الاقتصادية 28-29 يعني إلى الاختحاد الأوروبي من بعد اتفاقية روما هو قعد عمال بيبني في نفسه وهكذا انت بتتكلم على بلد بتبني مؤسساتها من أول وجديد على رأي الجماعة الأجانب في 2014 وحنا كان عندنا ايه طيب حد يقول لها كان عندنا هقوله حاضر يا سيدي كان عندنا وبوز وطرق وتآكل نتيجة أزمات اقتصادية نتيجة عدم استقرار سياسي شديد مخيف عدم استقرار أمني مهددات على كل حدودك شمالا شرقا غربا جنوبا كل حاجة دخلنا 2014 قاعدين بنشتغل وكأن ما فيش بنبني المؤسسات من أول وجديد بنبني الاقتصاد من أول وجديد بنبني حتى السياسة بروافدها من أول وجديد كل حاجة بتتبني كانت ولا زالت يعني ما هو حد تكلمه الحوار الوطني ده فيه جانب كبير جدا منه هو الجانب السياسي ومحواره السياسي على سبيل المثال مثلاً فانت هنا بتتكلم على بلد عملياً بدأت تتبني من 9 سنين فعليك إنك تستوعب بس اللقطة دي أنا مش بقولك الدنيا وردي وبمبي لأ لازم بس نستوعب إن المسألة صعبة إلى أبعد الحدود أبعد الحدود والكل الكل دون استثناء مش بس الحكومة الكل يجب عليه إنه يفكر بقوة بفاعلية بمنتهى العمق في إيجاد حلول وحتى العمل على أنفسنا حتى في الاقتصاد اللي هو بقى إيه مش مايكرو مايكرو المايكرو شديد الجزئية اقتصاديات الأسر الهاوسهولد لازم نقعد نفكر إحنا هندير حياتنا إزاي مش بقولك إن الدنيا خلاص سوداء قاتمة بس الدنيا مأزومة طيب ورغم إنه الدنيا مأزومة وعطفا على الكلام اللي كنت بقوله إن المسألة ما هياش لعب عيال ولا هي أحاديث المراهقين وإنه الفارق ما بين العمل السياسي الحقيقي على مستوى إدارة المؤسسات والدول شيء وانتخابات التحاد الطلبة دي شيء تاني خالص الأداء الخطابي الأداء الخطابي بتاع ونقدر وهنعمل وعدينا وعبرنا المنشو وكل الكلام ده لا المسألة مش سهلة المسألة صعبة وتحتاج مننا شغل سؤال هل الدولة اشتغلت ده سؤال مهم أنا مش بقولك إنه هل الدولة عملت كل شيء صح أنا بسألك هل الدولة اشتغلت يعني عملت شغل ولا ما عملتش فيه ناس يجي تقولك والله أنا مش شايف حاجة هقوله طيب حاضر ما فيش عندي أي مشكلة على الإطلاق إنك مش شايف حاجة دوري أنا أقولك طب تعال نشوف يعني تعال نتفرج وأنا راجل من أنصار دايما الحقائق والأرقام عندما نتحدث عن أداء دولة أداء مؤسسة أداء الحكومة دي ما فيهاش عواطف على مستوى الملف الاقتصادي تحديدا في الصادرات التصدير إحنا متفقين ولا مختلفين إنه التصدير مهم التصدير مهم متفقين تعال نشوف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيه تقريره ضمن سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا قال إيه يعني قال إيه على مسألة الصادرات إحنا كنا فين بقينا فين ومهمة أوي أوي أقول لك إنه جانب كبير جدا إن لم يكن أغلبه جاي من المؤسسات الدولية اللي واضحة قدام حضرتك التغيير الإيجابي في رؤية المؤسسات الدولية تعندك حاجات متعلقة بسنة 2014 أو خلينا أقولك 13 14 و17 وصولا إلى سنة 23 إحنا كنا فين سنة 13 طبقا لمجموعة أكسفرود للأعمال وبالمناسبة بجد 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 ألف 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 شكر المركز الإعلامي على هذا العرض وهذا التقرير بصراحة بجد بقى مليون مليون شكر علشان ما أحواجنا إن إحنا نشوف ده قدام عينينا علشان نبني عليه كمان أكسفرود للأعمال بيقوله في 2013 انخفضت مصادر الإيرادات والنقد الأجنبي كالصادرات والاستثمارات لكن نفس المؤسسة أكسفرود الأعمال بتقول إيه في 21 بتقول ساعدة الإصلاحات الهيكلية علشان اللي بيقولك لأ ما حصلش أي شكل مإصلاح أنا بنكلم لك ساعدة الإصلاحات الهيكلية 8 سنين على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وجذب الاستثمار فتش بتقول إيه في 2014 لا نتوقع بوضوح كده لا نتوقع جزم لا نتوقع تحسنا كبيرا في عجز الميزان التجاري لمصر كما أن نمو الصادرات سيكون بطيئا على المدى القصير ما بيكلموش حتى على المدى الطويل طب في 23 بعد 9 سنين من كلام فتش في 2014 من المتوقع أن ينخفض عجز الميزان التجاري لمصر خلال السنوات المقبلة بسبب انخفاض الواردات يعني إيه انخفاض الواردات يعني زيادة الصادرات يا ساد طيب تعال نشوف صندوق النقد الدولي في 2017 اتسعى عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 15-16 نتيجة تدهور تدهور صادرات السلع والخدمات بنسبة كبيرة لكن في 23 بعد 6 سنين نفس الصندوق بيقول وتقلص عجز الحساب الجاري تقلص بعد ما اتسع يعني اتسع عجز الحساب دلوقتي تقلص عجز الحساب الجاري كنسبة من النتج المحلي الإجمالي مع التعافي الاقتصادي خد بالك سنة 21-22 وزيادة صادرات السلع والخدمات بنسبة كبيرة الايكونوميست اللي دايما هفضل أفكرك أكبر مجلة اقتصادية في العالم سنة 13 يعني من 10 سنين قالوا اتسعت نسبة عجز الميزان التجاري بسبب الخفاض عائدات التصدير وزيادة الاستيراد لكن بعد 10 سنين السنة دي بيقولوا تتمتع صادرات مصر بالتنوع وستؤدي صادرات الغاز المسال إلى أوروبا إلى زيادة قيمة الصادرات على المدى المتوسط الصفحة التانية طيب تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية للتجارة هل ده الكلام بتاعنا لا ده احنا بنتكلم على تريد ماب بنتكلم على وولد ايكيناميك فورم بنتكلم على براند فاينانس بنتكلم على اول وولد ان ديتا بنتكلم على لجتم انستيوت المعلومات الموجودة قدام حضراتكم كده طيب تعال كده نشوف خريطة تعرض تاني لأنا هقرأ من عندي أحسن وبالنظارة أيوة يا سلام عمالنظارة شوف يا سيدي خريطة تعرض إحصاءات التجارة ثم تطويرها من قبل مركز التجارة الدولية تابع للعونكتاد ومنظمة التجارة العالمية احنا في 14 كان المركز 65 في 2021 ما عندنا نشي 22 و23 21 بقينا في المركز 61 ومصر أصبحت في المرتبة التالتة افريقيا في قيمة الصادرات سنة 21 طيب تعال نشوف لجتم انستيوت بيقولوا إيه بيقولوا انتعرف هم دول مؤسسة مسؤولة عن إصدار مؤشر الرخاء العالمي السنوي واللي بيقيس مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالنمو والفرص الخاصة بتعزيز الازدهار والرخاء قالوا ان مصر تقدمت 14 مركز خلال العشر سنين من المركز 96 للمركز 82 أما وولد ايكيناميك فورم وهو منظمة مسؤولة أو معنية بالتعاون ما بين القطاع العام وما بين القطاع الخاص مجموعة من القادة السياسيين والتجاريين والثقافيين وغيرهم وما اللي بيشكلوا هذه الجداول ويبحثوا ويقدموا لنا هذا أو هذه الأرقام مصر تقدمت من 15 ل21 تحديدا في ست سنوات تسع مراكز كنا في المركز 24 وبقينا في المركز 65 ده كده بنعتمد على المؤشر قايم على أعداد الاتفاقات التجارية السرية بخصوص السلع والخدمات طيب تعالى نشوف Our World in Data هو مؤشر عمليا بيعتمد على مجموع صدرات الدولة ووردتها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يوم ما بيقولوا تحسوا النقاط مصر في مؤشر الانفتاح التجاري كانت النسبة بتاعتنا 36 قول 37 في المية سنة 2014 تحسنت النسبة ووصلت تقريبا ل43 ونص 43 وربع في المية ده بحلول عام 2019 2019 طبعا بالتأكيد النسبة زادت خلال الأعوام الأربعة الماضية أما براند فينانس هو واحد من المؤشرات الفرعية لقياس القوى النعمة للدولة أي دولة بالمناسبة يليس بشغل على كل الدول تقريبا طيب من خلال تقييم بقى حجم التبادلات التجارية مع دول العالم سهولة بدء الأعمال امتلاك اقتصاد قوي مصر كان عندها 2 و2 من 10 نقطة المؤشر بيقيس 20 طيب أبيس 10 أنا أسف دلوقتي احنا عندنا 4 نقطة يعني زدنا بمعدل 1 و 8 من 10 نقطة تعال نشوف صفحة 3 في صفحة 3 دي اللي هي من 25 لـ 50% زيادة أقل شوية اللي هي بتبقى من 5 لـ 25% الزيادات البسيطة فدي بتبقى أقل من الـ 5% أما أحمر فهو انخفاض بصوا مصر بصوا مصر متلونة باللون الكحلي الغامق مش الأزرق ولا اللبني كحلي غامق يعني زيادة قوية في قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة 50% زيادة يعني بصوا على الدول اللي بتلونة مثلا هتلاقي الصين هتلاقي الهند هتلاقي استراليا هتلاقي شرق أوروبا لا احنا هنا بنتكلم على هتلاقي برو على سبيل المثال احنا هنا دول قاعدة عمالة بتزيد ومعروف أن عندها تحسنتها الاقتصادية شديدة للوح يعني كفانة أن احنا مع الهند ومع الصين طيب تعالي ناخد الصفحة اللي بعدها صفحة 4 في صفحة 4 المركز حط عنوان لطيف جدا وبيقول زيادة كبيرة في قيمة الصادرات وتراجع في عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تعالي نشوف تطور الصادرات المصرية عمل ازاي تطور الصادرات المصرية سنة 2014 احنا كنا بنتكلم القيمة بمليار دولار على 27.6 السؤال هل صادراتي زي ما هي؟ طب هل قلت؟ الحقيقة هي قلت في 15 كانت 22 16 كانت 22.5 وبعدين بدأنا بقى هنا زيادات 26.3 17 نيجي بقى في 2018 قفزة حقيقية لأنك انت زدت عن معدلك بتاع 2014 في 2014 كنا 27 وستة من عشرة اما في 2018 بقى هنا 29 و 13 من عشرة وفضلنا بقى مكملين 30 مليار و 500 مليون وبعدين جينا في 2020 29 مليار و 300 مليون احنا بتكلم هنا كما بالدولار يعني دولارات وبعدين 43 و 46 من عشرة ده في 21 طيب في 21 و 22 تيجي تقول لي ايه؟ كورونا اقولك صح؟ بس كده طب والحرب الروسية الاوكرانية اللي كانت في فبراير 22 24 فبراير يعني الحرب في 24 فبراير 22 وقبلها كان عندنا الكورونا الصادرات المصرية وصلت لكام 51 مليار و 600 مليون دولار فانت ماشي في الاطار المزبوط انت اطارك او ملحنة الصادرات بتاعك صاعد الرئيس حط زي ما نقول كده في الشركات تارجت قال انا عاوز 100 مليار دولار صادرات دولة رئيس الوزراء وعد بان احنا هنوصل الى هذا الرقم طيب وهل عندما وعد وفى؟ طب تعال انبص لو انا حسبتها لك بس الكورونا يعني اواخر 2020 وصولا الى 22 كورونا زائد حرم انت كنت 29 و 13 حققت قفزة مهولة في 21 و 43 و 6 و في كورونا ثم قفزة مهولة اخرى كورونا و حرب بقيت 51 و 6 و 18 الشطرة دي فيه احسن اكيد اكيد اه اقول اكيد اكيد طيب تعال نشوف متوسط قيمة الصادرات على سبيل المثال من سنة 95 يا جماعة مش كده متوسط قيمة الصادرات اربعة ونص مليار دولار لحد سنة 2004 من خمسة وتسعين تسع سنين بصدر باربعة ونص مليار دولار يا داوتي انا مصدوم مصدوم من الرقم والله العظيم طيب مع انه كان فيه استقرار سياسي و مفترض انه فيه استقرار اقتصادي و اكيد كان فيه استقرار امني يعني فيه كل حاجة مش حاجة احنا كن ازال فل ولا ايه مش انت كنت بتقول ان احنا كن ازال فل او مش انت مش فيه ناس بتقول ان احنا كن ازال فل امان كانوا بيصدر باربعة ونص مليار دولار ليه لا صحيح والله لما هم كانوا شطرين قوي كده كانوا بيصدروا ليه باربعة ونص مليار طيب بعد كده من خمسة لتلاتاشر تمنتاشر سنة يا دوب 23 و 13 طيب تعال نبص من 14 اللي 22 و 31 ده قيمة او متوسط قيمة صدرات الا انه وصلنا للحد الاقصى بتاعنا في صدراتنا في 22 تحديدا اللي 51 و 18 طيب تعال نشوف تطور عجز الميزان التجاري كنسبة من النتج المحلي احنا كان العجز فيه 13 14 11 في المية بلعب ما بين 11 و 11 ونص ده لحد سنة العام المالي 20 15 20 16 العجز شد جدا 15 و 9 من 10 سنة 16 17 اعلى معدل او نسبة عجز شاهدناها من 2013 وحتى اللحظة فضل عجز التجاري ده ينخفض وصولا الى 9 ونص في المية بعد كده ده كان سنة 19 20 بعد كده في 20 21 طلعنا لتسعة وتسعة من عشرة في سنة 21 وده زي ما بقولك دي السنة بتاعت الكورونا الا انه رحنا عاملين انخفاض في معدل العجز او في نسبة العجز التجاري لتسعة وواحد من عشرة في العام المالي 21 22 تعالنا تشوف صفحة خمسة الارقام بتتكلم معرف كده مصر تتحدث عن نفسها الارقام تتحدث عن نفسها اقدر اعمل اكتر من كده اكيد اقدر اعمل اكتر من كده اكيد اقدر انتهج سياسات اكتر قوة اقتصاديا طبعا طيب هل انا كمان عليك مسئوليك مواطن اه اشتغل انا لا هقولك لا ما تكلش ولا وفر فلوسك ولا تحت البلاطة اشتغل بس انا راضي باربع ساعات كل يوم راضي يعني راضي ان انا اقفل سنة 23 وانا عندي متوسط انتاجية يومية للمواطن اربع ساعات او للقوة العاملة يعني ليه بر فورس طيب تعالوا نشوف اتجارة الخارجية سنة 20-22 وهنا يتنازل عن نظارته لان الخط هنا كبير طيب 87% نسبة زيادة قيمة الصدرات المصرية من 14-22 فاكرين قلنا 27.18 مليار دولار وصلنا ال 51.18 مليار دولار سنة 20-22 واظن اتوقع اتمنى وما الامور بالتمني لكن اهو 23 هتلاقي الرقم ده زيادة خلينا بس فاكرين تاني مش انتو بتحبوا اليوتيوب وبتقولوا اصلي يوسف قال ويوسف ما قالش يوسف لما قال 1017 سبنا من دي مش وقتها تاني خليك فاكر دي 51.6 من 10 في 22 23 الرقم هتلاقي زيادة وزيادة محترمة صبرا موعدكم الجنة طيب تعالوا نشوف نسبة زيادة قيمة الواردات انا كان عندي واردات ب 47 مليار دولار انا باستورد بالرقم ده في 14 في 22 ومع زيادة سكانية ما شاء الله ما شاء مزهلة 2 مليون كل سنة بيزيدوا بقينا الواردات بتاعتي 94 مليار و 500 مليون طيب نسبة الواردات هنبقى بصوا عن نسبة نسبة الزيادة في الوارد قد ايه 27 و 7 من 10 بس نسبة الزيادة في الصدر قد ايه 87 في المية طيب نصيب السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة فيها انخفاض ولا ما فيهاش انخفاض تعالوا نبص كانت 25 و 1 من 10 بقت في 22 22 في المية طيب والسلع الاستثمارية في 14 كانت 11 و 9 من 10 في 22 بقت 12 في المية انت باخد بالك هنا بكلمك على التحسن النسبي في هيكل الواردات هيكل الواردات عندي سلع استثمارية وعندي سلع استهلاكية تطلع بقى معمرة مش معمرة هي استهلاكية فانا قللت وارداتي الاستهلاكية من 25 و 1 من 10 ل 22 في المية زودت السلع الاستثمارية بتاعتي كانت 11 و 9 من 10 بقت 12 في المية علشان ده جزء من ايه عوامل الانتاج تعال نشوف نصيب المواد الخام والسلع الوسيطة حصل ايه ارتفاع كانت 49 و 9 من 10 بقت 50 و 8 من 10 طيب نصيب الوقود كان عندي 13 و 1 في المية دي النسبة بقت 15 و 2 من 10 ده هنا يوضح لك ان فيه تحسن نسبي في هيكل الواردات نتيجة ايه انخفاض استيراد السلع الاستهلاكية على سبيل المثال زي السلع المعمرة غير المعمرة لصالح زيادة زي ما كنا بنقول استيراد المواد الخام سلع استثمارية تخش بقى جوه العملية الصناعية عايزة صنع طيب تعال نشوف صفحة 6 87% نسبة زيادة الصادرات المصرية مقارنة هنب 2014 لسه ايلنها طيب تعال نشوف ابرز السلع ما انت لازم تسألني حقك تقول يوسف طب احنا بنصدر ايه يعني مرة من سنتين واحد قال لي احنا بنصدرش اي حاجة والله العظيم واحد قال لي كده من سنتين بالظبط ان افكر قلت الجملة دي انا في البيان دمجة جماعنا شوفت حد بيقول احنا مصر ما بتصدرش اي حاجة طب احنا عايشين منين يعني ابتسم قلت له ايه بالقدرة فقال لي ونعمة بالله طبعا يعني كل حاجة بقدرة ربنا يعني بس يعني ايه بلد ما بتصدرش حاجة يعني انت متصور اصدر اسمدة اه انا بصدر اسمدة ونسبتي في تصدير الاسمدة بسبب التوسعات في المصانع والتحديثات بتاعة المصانع بالوفاتح مصانع جديدة نسبتي في تصدير الاسمدة زادت بمعدل 312.5% اصلا انا كنت في 2014 اخري كده 800 مليون دولار صدرات وصلناها الكام ل3 و3 18 مليار دولار ابا طيب صدرات الملابس ما فيه زمن غابر كان فيه دفع كده تحس انه عايزين يخلوا مصانع الملابس في مصر تقف الصناعات الناسجية تقف زمن غابر عارف زمان كده ايام صورت يوليو فكانوا يقولوا العهد البائد والنعمة كان فيه عهد بائد غابر زمن اخبر لما مصر تصدر اسمدة ب800 مليون زمن اخبر عاوز تعرف الفرق تصدر بتلاتة وتلاتة من عشرة مليار لما مصر تبقى بتستورد هدوم وتقلل الصدرات زمن اخبر لكن لما معدل الصدرات يزيد بص انت كنت بتصدر بقد ايه كنت بتصدر بواحد واربعة من عشرة مليار بالوقت بقيت بتصدر باتنين وخمسة من عشرة مليار سنة اللي فاتت تحديدا عشرين اتنين وعشرين ملابس تعال تعال نشوف صدرات الوقود صدرات الوقود في 2014 كانت ستة وثلاتة من عشرة مليار في اتنين وعشرين بقت تمنتاشر وثلاتة من عشرة زيدة تقريبا مية وتسعين ونصف المية اكتر من تلات تلات اضعاف تقريبا اقل قليلة ليه عشان اشتغلت ليه عشان الحكومة مع وزارة البترول مع الرئاسة عملنا منتدى شرق المتوسط وعملنا اتفاقات جديدة ورحنا طلعنا حقول تعايز تقول لي ان حقول الغاز دي يعني مثلا ان كانت سر دولي سر عالمي سر كوني قصة كلها في ارادة وطنية حقيقية في ان انا ابقى عايز البلد دي تطلع لقدام لو انا مش عاوز هتطلع لقدام اعمل ايه اغمط زي زمان ما هو الكلامة هو طيب تعال نشوف صدرات اللدائن انا كنت بصدر بواحد وثمانية من عشرة مليار بقيت بصدر اتنين وثمانية من عشرة مليار بنسبة زيادة خمسة وخمسين وثمان عشرة في المية طيب صدرات الفواكه والثمار زايدة مية في المية حدث ولا حرج تاتش وود وادفع نص عمري ان وزير الزراعة ممكن يقول لي على فكرة يا يوسف ده لما بعتليش دلوقتي والله على فكرة يا يوسف عايزك تبص على حجم الصادرات ان شاء الله بنهاية الثلاثة وعشرين هتدي لك رقم يبهرك انا ادفع نص عمري انه معلي وزير الزراعة هيقول كده وانا متأكد انه ده هيحصل اش كده انا بقولك انا متأكد انا معدل الصادرات المصرية هيخطي الواحد وخمسين وستة من عشرة دي بشكل محترم طيب تعال نشوف نسبة زيادة صادرات الالات والاجهزة الكهربائية هو احنا يوزن بنصدر اه بنصدر كنا 2 مليار بقينا 2 مليار وستة من عشرة بزيادة 30% صفحة سبعة طيب ايه هي الجهود اللي بزلتها الدولة علشان اعمل عملية دعم لهذا التبادل التجاري صادر ووارد خلال 8 سنين تعال نشوف دعم التصدير مبادرات المساندة التصديرية طيب المستهدفات مساندة التصدير للشركات اللي بتصدر بالتأكيد توفير السيولة النقدية الكافية طيب انا عندي حوالي 55 و 4 من 10 مليار جنيه مصري اجمالي المساندة التصديرية التي صرفت من العام المالي 13-14 لحد ديسمبر 2022 كم شركة اخذت المساندة التصديرية 2709 شركة وعندي تعاقدات تصديرية تم ابرامها في اكتر من قطاع بتلاتة مليار دولار عندي 10 مليار جنيه هم مساندة تصديرية هيتم صرفها خلال المرحلة السادسة من هذه المبادرة اللي هي مبادرة السداد النقدي الفوري للجدين ازالة القيود للنفاذ للأسواق الدولية ما انا عايز المنتج بتاعي يتصدر ويدخل للأسواق الدولية فعاوزي انا في عندي بقى ايه مرونة وعاوزة سهل فعملنا مجموعة من الاتفاقات مصر انضمت لاتفاقات التجارة الحرة للقرية الافريقية تحديدا اتفاقية اتفاقية ميركسور وبدء مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد القرسي احنا اتكلمنا عنها في البرنامج انا متذكر وتوقيع اتفاقية الشراكة البريطانية مع بريطانيا بعد ما بريطانيا خرجت من الاتحاد الاوروبي فاصبح في عندي اتفاقية ثنائية مبيني وما بين بريطانيا عندي كمان الدولة تدخلت بالفعل لازالة القيود غير جمركية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية لأسواق التصدير اهم حاجة فيها كان رفع الحظر عن الصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية والخضروات والفكهة لبعض الاسواق الرئيسية حضرتكم اكيد كنتم بتتابعوا الاخبار والجرايد انا زاكف اشتغلنا بقوة على رفع هذا الحظر عن بعض من السلع الغذائية المصرية طيب اشتغلنا على مسألة قواعد المنشأ التفضيلية بداية من شهر ستة عشرين عشرين وشهادة المنشأ الصادرة الكترونية اخيرا صفحة 8 زي ما نقول كده في كتاب المقالي يقولها خلاصات تعال نشوف توفير فرص تصدرية واستثمارية 15 مليار دولار هي قيمة تقديرية لعدد من الفرص الاستثمارية اللي تم توفرها في اكتر من مجال طيب عندي قد ايه عندي تقريبا 10 تلاف تقريبا 11 ألف فرصة تصدرية بالفعل تم اتحتها بقيمة 27 من 10 مليار دولار دخلت حوالي 2078 منقصة دولية خارجية 17 ألف و 300 دراسة ودليل تصدير وتقرير تسويقي ونوعي تم اعداده لكل ده قعد عمال بشجع الصدرات بتاعتي بزق طيب تعال نشوف هل ده بس كافي لا ما نعايز دعم فني كمان المصدرين ما ده لازم أوفر له دعم فني الدولة ده دورها بالمناسبة مش بيقول لك كمانها تتفضل لا هو ده دورها ده واجب الدولة طيب تعال نشوف عندي 71 ألف و 300 طلب ترويج واستعلام تجاري حصل اعدادهم الحقيقة بهدف الترويج للصدرات المصرية في الأسواق الدولية دخلت واشتغلت على 1098 معرض دولي عملت 55 شهادة بحر أصدرتهم الهيئة العامة للرقابة على الصدرات والواردات لشركات المصرية المصدرة من بدء إصدار هذه الشهادة وكنا سعيتها في شهر 25 22 خمس بعثات ترويجية لعدد من الدول الإفريقية الشقيقة تمت الموافقة على تمويل أو بالفعل على تمويل البنك الإسلامي للتنمية لها خلال كان الرابع الأخير من 20 22 والنص الأول اللي احنا شغالين فيه في 20 23 تونس الجزائر والكونجو الديمقراطية وكود ديفوار والمغرب والتوقيع على خطاب النواية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لإنشاء أول أكاديمية التصدير في مصر علشان ندعم جهود زيادة الصدرات المصرية للأسواق الخارجية ده جهد بوزل تواقع دي حقائق دي أرقام دي مش من عندياتي يعني ده مش اختراع ده مش كلام عطفي ده مش خطابة التحدي طلبية بتاع التحدي طلب المراقع الثورية والصخب السياسي وارد بس المفروض إنه خلص خلاص في ناس كان عندها مراقع الثورية خلاص كبيرنا بقى ولا إيه صخب وارد يعني الله يرحمه ربه سيدنا جيد محفوظ قال قافت حاراتنا النسيان لأ إحنا قافت حاراتنا الصخب الهوسة من الأعلى صوتا من الأكثر صخبا يلا بينا نعمل دوشة برج بابل حديث لغط صخب هوسة فالفعل قليل وبعضهم ولا يعرف يحرك قطعة شطرنجة وحدة ولا يعرف نفاصل ونكمل الكلام ازايك وجماعة عاملين إيه تشات جي بي تي طبعا ده أصبح يعني ينافس الدلافين باعتبره صديق الإنسان أصبح من ساعة إطلاقه الصديق الأقرب لأي حد عاوز يسأل على أي حاجة طبعا المسألة مش إننا بخش على تشات جي بي تي وتروح حبزا تقوله أنا عايز كذا يعني ما هوش في النهاية جني المصباح حوالي لازم تعمل أو تتعلم حاجة اسمها prompt engineering تتعلم إزاي بتكتب الorder أو الكوماند علشان خاطر تشات جي بي تي يطلع لك النتائج المرجوة وبتعمل أكتر من prompt علشان خاطر تقدر توصل لليه اللي انت عايزه إذا صاح التعبير المشكلة واللي بظن أصبحت بتقرق الكاتيرين وتحديدا الأكاديميين يعني أو المعنيين بالشأن الأكاديمي إنه اللي ليه واللي ملوش هيقدر يقدم أبحاث مثلا اللي ليه واللي ملوش هيقدر يقدم طرح وممكن يبقى ملوش فيها خالص ويقدم لك ورقة أو بحث أو ملف ما يخرش بمية بس هو مش فاهم منه ولا كلمة وده شيء مخيف جدا بالمناسبة وبعدين أنا بقعد أفكر اللي هيعمل حاجة زي كده هيعرضها إزاي يعني هيعمل presentation إزاي وهو مش فاهم اللي مكتوب مش فاهم دي بتبقى مسألة برضو تقرق الزهن وبعد أفكر في إنه هل التولز أو الأدوات المتعلقة بالذكاء الإصطناعي أشهرها تشهد جي بي تي طبعا وفيه مئات بل كل آلاف الأدوات دلوقتي تقدر تعمل كل حاجة يعني أنا أتخضيط لما لقيت فيه بلاتفورم برضو بيشتغل بيعمل حاجة اسمها Voice Cloning بمنتغل بساطة أنت بتروح مدي له صوت صوتك صوت أي حد وبتروح عمله أبلود على التول أو على الأداء أو على الويب سايت يعني ومش هقولك اسمه إيه وعشان ما تستخدمهوش لأنه دايما أخشل لاستخدامات الخطرة يعني وتكتب له سكريبت فقط أنت اديت له سامبل اديت له عينة وتدي له سكريبت اللي هيتقال يروح نطلع لك زي ما هو ودي مصيبة شديدة الخطورة طيب معلومات أو مركز معلومات مجلس الوزراء استعرض الحقيقة المميزات والمخاطر يعني الجانبين في التطبيقات بتاعت الدكاءة الإصطناعي وأبرزها تشات جي بي تي وقالوا هناك تهديد للبحث العلمي وهي وسيلة قد تستخدم للغش خلونا نخب معنا على التليفون موانس أحمد طارق خبير أمن المعلومات أهلا أهلا بيك مش موانس أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف وليس شرف أن أنا مع حضرتك وأهلا بالسادة المشاهدة ده أنا اللي أتشرف ربنا يخليه مش موانس أحمد إيه هي المميزات على سبيل مثال في حاجة زي تشات جي بي تي وفي نفس الوقت إيه المخاطر اللي ممكن تنجم عن استخدامات خاطئة أو استخدامات غير سليمة من شات جي بي تي وغيره من الأدوات بتاعة الاي او طيب في البداية كده احنا عايزين يعني نعرف أن كل حاجة لها سلبيات ولها إيجابيات من ساعة ما بدأ الانترونيت في حياتنا من ساعة ما بدأت التطورات التكنولوجية كل حاجة في حياتنا لها سلبيات ولها إيجابيات ومتاح لنا أن احنا نستخدمها بشكل إيجابي ويطورنا ومتاح لنا أن احنا نستخدمها بشكل سلبي فالفكرة كلها أن احنا عشان نستخدم أدوات الزكاء الاصطناعي بشكل صحيح ما ينفعش نجيب كم الأدوات اللي موجودة دي ونسألها سؤال عشان يدينا إجابة فقط إحنا هنا هنخلي الآلة هي اللي هتتغلب علينا وفي البداية برضو قبل أن نتعمق في الموضوع أنا بناشد الدولة أن هي تعمل لنا هيئة للذكاء الاصطناعي أو وزارة للذكاء الاصطناعي عشان تنظم لنا المواضيع دي لأن فعلا الموضوع لسه في بدايته بالنسبة لمصر وبالنسبة لبعض الدول وفي نفس الوقت نقدر نقول حوالي 10% مستخدمي أدوات الزكاء الاصطناعي بشكل صحيح ولسه الموضوع ما بدأش ينتشر قوي حضرتك إحنا لسه في بدايته يعني إحنا شعب جي بي تي من بداية ظهوره ابتدى عند الموديلات القديمة اللي هي بتتوقف تحديثاتها عند 2021 بعد كده اتطور لشعب جي بي تي فور اللي هو جي بي تي فور بنظام جي بي تي فور اللي بيتضمن أكتر من 100 تريليون باراميترز اللي هي المعلومات الكاملة حوالي في المنتديات في ويكيبيديا مثلا في الكومنتات في السوشال ميديا عموما وبشكل عام المخاوف بقى هنا تيجي منين من الحاجات دي المخاوف هنا زي ما حضرتك قلت إن الناس تدخل وتسألها أسئلة بديهية جدا هي تقدر تعملها عشان تستفد منها يعني زي مثلا رديلي على الإيميل ده ده مش كده مش توفر يعني ما حللوش حاجة في حياته زي مثلا استخدم لي المقال ده بشكل قصة كبيرة إحنا هنا نقدر نسأل الزكاء الصناعي إزاي تغلب على حاجة في نفسي عندنا أرض زراعية كبيرة إزاي أقدر أرض صحراوية كبيرة إزاي أقدر أزرعها هنا تقدر توظف الزكاء الصناعي وأدوات الزكاء الصناعي في شغلك وتطوير شغلك بشكل عام لأن موضوع الزكاء الصناعي بشكل يعني كبير جدا هيقدر يفيدنا في الحياة المستقبلية والحياة الموجودة حوالينا دلوقتي وخصوصا في مجال التعليم وخصوصا في مجال الطب وخصوصا في مجالات الضرمضة والمنتاج والحاجات دي كلها لها أدوات زكاء الصناعي نقدر نفيدها ونستفيد منها لأن برضو في نفس الوقت أنا يعني لازم أحذر الناس من عدم طرق أي بيانات شخصية لشعر جي بي تي وعدم طرق أي بيانات خاصة بالشركة اللي هم فيها أو أي بيانات حساسة داخل شعر جي بي تي لأنه هو بياخد البيانات دي وبيعيد تداولها بشكل مصاخ بشكل آخر كمان طيب يعني أنا مثلا شايف أنه عندنا وزارة التصالات تكنولوجيا المعلومات بالفعل موجودة من الممكن جدا أن يكون فيها إدارة ما متعلقة بمسألة الدكاء الاصطناعي واستخداماته والتوعية به وفي نفس الوقت إزاي أقدر أدخل الدكاء الاصطناعي أنا مثلا أشجع على أنه طب إحنا ليه ما نعلمش الولاد في المدارس برومت انجنيرينج عشان يعرفوا يستخدموا الدكاء الاصطناعي بشكل أكتر فاعلي وهنا هنتكلم على عامل التوعوي العامل التوعوي مهم جدا في المواضيع دي لأن الناس كتيرة بشوفها تستخدمها استخدام خاطئ واللي يخد أكتر من كده أستاذ يوسف إن احنا فيه ثلاث شركات كبرى من ضمنها شركة جوجل العالمية اللي هي تمتلك أكبر محرك بحث في العالم بما يوازي أكبر بيانات في العالم عمل تطبيق اسمه جوجل بارد جوجل بارد ده أقوى بمليون في المية أقوى بمليون في المية بمعنى الكلمة من شعر جي بي تي لأنه بيتضمن أقوى كلمات مفتاحية وأقوى بيانات وأقوى محرك بحث وكمان يقدر يجيب لك يجنرات الصور يجنرات الفيديوهات يجنرات التكست يجنرات حاجات كتير جدا ويا ليه كمان مايكروسوفت بينك دي شركات كبرى عالمية الشركات دي طبعا ده مش دعاية الشركات دي عاملة المحركات البحث والتطبيقات الزكاء الصناعي التولدية اللي هي بتتعلم من نفسها بس فيه ناس خايفة يعني مثلا لو دخلت حضرتك دلوقتي احنا على الهول دخلت على شهر جي بي تي وسألته ازاي طريقة عمل حاجة خطرة مثلا يقولك لا احنا منقدرش نقولك الحاجات دي لان احنا مش في مصارنا ان احنا نقولك الحاجات دي البرامج الكبيرة دي ماشي على مصار برمجي ولغرتمات وخورزميات معينة ما تقدرش تطلع براها الخوف من الشركات الصغرى التانية اللي هي ممكن تديك موديل من الزكاء الصناعي او روبوت من الزكاء الصناعي مدرب على المصادر المفتوحة زي ما حصل من كام سنة من 2018 تقريبا شركة عالمية كبيرة عملت شات بوت او روبوت للذكاء الصناعي وعملت ليه حساب على تويتر قعد 24 ساعة فقط وبسرعة افلوه ده بسبب ان هو تعلم العنصرية من الناس وتعلم من الناس الطريقة الغلط في الرد فبالتالي احنا هنا كل ده مترتب على التوعية ومترتب على استخدامنا ازاي نستخدم التطبيقات الصحيحة لان هي فعلا مفيدة والذكاء الصناعي هو نار المستقبل هو النار اللي هتدخل في كل حاجة حرفية يعني حاجة مهمة جدا زي ما اكتشفنا النار زمان واكتشفنا الحاجات المهمة في حياتنا دلوقتي هو الزكاء الصناعي هو نار المستقبل لانه فعلا هيدخل في كل المجالات ودخل في كل المجالات اللي موجودة حوالينا فبالتالي انا مش عايز الناس يتستخدموا بطريقة خاطئة زي مثلا انشاء مقالة انشاء بحث علمي حل الواجبات. دلوقتي الطفل اللي داخل المدرسة. ازاي نعرف انه هو حلل الواجب بشات جي بي تي ولا كده. طلعه عددات بتبين الحمد لله الحاجات دي. طلعه عددات عكسية. بتبين تقولك البحث ده طالع عن طريق مولدات بحث زكاء الصناعي. ولا طالع من الانسان نفسه ومكتوب ومتعوب عليه فعلا. بس هيدا بوده يعني انتعرف طول الوقت فيه الحاجة والمضاد بتاعها السم والترياء. يعني هتلاقي تشات جي بي تي وهتلاقي قدامه فيه تولز تانية بتكشف ازا كان هذا المقال او البحث مكتوب عن طريق ازا فيه اصطناعي ولا لأ. وبعدين هتلاقي فيه تولز تالتة بتاخد المقال او البحث اللي معمول على حكة زي تشات جي بي تي اللي هيبان انه معمول عن طريق artificial intelligence. صحيح. علشان تعدل فيه. بحيث لو جيت حطيته على التول اللي بتكشف يبانى على انه جهد بشري عادي. بس هنا يا ترتب بقى الموضوع على الوعي. وستد يوسف لانه مهما عمل تعديلات بادوات الزكاء الصناعي مجرد ما يتسئل في الموضوع اللي هو داخله سواء انه بحث علمي او واجب او حل امتحالات او كده مش هيقدر يجاوب زي طريقة الالات اللي موجودة لان طريقة الالات الموجودة لها توليدات معينة ولها حاجات معينة بتكتب عن طريق البيانات السابقة والقادمة بالاستنتاجات التنبؤية اللي بتتعلم من المنتديات اللي بتتعلم من الكومنتات اللي موجودة والاسئلة وبالتالي بيتم الكشف على الحاجات دي عشان كده دور هيئة الزكاء الصناعي بتنظم الادوات دي وبتحجب ادوات معينة ما ينفعش نستخدمها. انا استغلي ظهوري مع حضرتك او طلوعي مع حضرتك استاذ يوسف وعايز الناس كلها تخلي الزكاء الصناعي تحت ايديها هو اللي شغال تحت ايديها هي اللي تدربه ازاي في مواقع عالمية يعني مواقع عالمية كبيرة بتضم اكتر من خمس تلاف خدمة او خمس تلاف اداء بمجرب بس تذكر لوظفتك يقولك البرامج دي او الادوات دي هتساعدك في ايه هتساعدك في ايه في الشغل لتقدر تنتجلك ايه لان كل البرامج زي مثلا برامج المنتاج اغلبها مدخلها الزكاء الصناعي برامج التعديلات على الصور اغلبها مدخلها الزكاء الصناعي فكل حاجة في حياتنا لو جينا استخدمنا الوسيلة دي هتلاقي وفرت علينا وقت كتير وفي نفس الوقت علمتنا حاجات جديدة وهي بتتعلم مننا انا بتكلم على نظام الروبوتات والرد الآلي والحاجات دي كلها هي فعلا بتتعلم من اي اجابة مطروكة لها عشان كده بحضر الناس ان هي ما تذكرش اي حاجة خاصة داخل محركات البحث اللي هي بتعمل بالزكاء الاصطناعي لان لازم الناس تاخد بالها من اي بيانات هي بتكتبها عشان تستفاد منه تقدر تكلمها وتقدر توظفها تحت شغلك الادوات مش عبارة بس عن روبوتات تسأله ويجاوبك السيد يوسف الادوات عبارة عن تطبيقات لغراتمية بتخدمك داخل مجالك يعني مثلا انا مجالي تكنولوجيا وبرمجة وكده بدل مكتب كود كامل ومترتب على انه فيه خطأ معين ممكن اخلي الزكاء الاصطناعي يصحح للاخطاء اللي داخل الكود اللي انا كتبته وفي نفس الوقت اخليه ابتكار لحاجات جديدة لو انا جيت عملت تطبيق معين بلغة برمجية معينة اقدر ابدع فيه عن طريق الزكاء الاصطناعي وبالتالي بكل سهولة اكتر تطبيق من بناء المهندس احمد طارق ومدعم بالزكاء الاصطناعي مش كله عن الزكاء الاصطناعي لان انا اللي بتحكم فيه وعمر ما القالة تتقدم على صناعة اعمر ما القالة تتقدم على صناعة انا اشكرك جدا وخليني اقولك انه يعني معجب جدا بك بش مهندس كل شكر ذيك مهندس احمد طارق خبير امن المعلومات انت عارفين الاسبوع اللي فات عندي يعني جالي دعوة كده الاحتفالية الدولية لطيفة يعني فانا الاول اخو بالك برضو انا الجيل بتاع من شوية يعني من زمان فالاول انا متصور انه ده حد يعني بعيتلي الدعوة فردت عليه لقيت الرد انه بيقول لي انا تشادبط ولسه من الاخر يعني زكاء اصطناعي ولسه بتعلم وعمل لي سمايل فارجوك تحملني انا عارف هو ماسك بقى التليفون يا حلاوة انا تشادبط ولسه بتعلم ما هي انا قديم قوي يا التكنولوجيا بتتحرك بسرعة مخيفة لان انا كنت اه طررت منه حاجة فرد علي فخلص انا بتعمل على انه ده كائن بشري يعني حد بيبعثلي وببعثلي وكده ففجئت بان هو تشادبط على كل حال احنا في مصر لازم نقفز داخل قطار الزكاء الاصطناعي بسرعة كفاية اللي فاتنا زمان خليني اقولك انه احنا عمدنا حاجة مهمة جدا عايزين نتكلم فيها متعلقة بالرعاية الطبية لالنازحين اهلين اللي جايين من السودان عيادات الحجر الصحي اللي موجود على المعابر تطعيم اولادنا الصغيرين ضد الشلل والحصبة وما الى اخره خليني ارحب وبشدة بدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة منورنا يا دكتور سيد يتفتحياتي لحضرتك فندم ولمشاهدي حضرتك لا والله ده احنا لنشكركم وعلى عاطقكم احمال يضف اليها احمال فالان في ظل هذه الازمة الراهنة في السودان جزء من دور مصر العظيمة هو ان احنا نقوم باللي بنقوم بيه دلوقتي على الحدود وعند المعبر المفتوح ما بين البلدين احنا بنعمل ايه هناك في اطار الرعاية الصحية يا دكتور يعني الحقيقة انه منذ بداية الازمة ويمكن كان هناك توجيه من السيد الرئيس بيكتور خارج عبدالغفار رزير الصحة والسكان رفع درجة الاستعداد الصحي لاستقبال النازحين من الاشقاء السيدانيين او من اي جنسية وكذلك المصريين العائدين من هناك ولهذا كانت اولى الخطوات اللي تم اتخذها مع بداية الازمة يرفع درجة الاستعداد القصوى في جميع منافذ الدخول سواء كانت جوية او برية او بحرية والدعم الفوري لهذه المنافذ بالتوادر الطبية بالادوية بالمستلزمات بالتدريب والتوعية للجملاء العاملين في المنافذ الدخول اللي هي ايادات الحجر الصحي وخاصة في المعابر البردية معبر قصطل معبر ارقين موقف كاركر اللي ارتفعت فيه اعداد العيادات المتنقلة من خمسة لعشرة زودنا عيادات الدعم النفسي عيادات الاطفال وزودنا الفرق الطبية العاملة في هذه العيادات والنهاردة الحقيقة مش بسه احنا بنشتغل من خلال ودارة الصحة لكن كمان هناك تعاون وثيق مع كافة المنظمات الهلال الاحمر المصري منظمات الصحة العالمية اليونيسيف بنعمل ايه؟ فيه عندنا عيادات متخصصة موجودة بطنة وافطال وجراحة واسنان وعيادات الدعم النفسي موجودة في التلات اماكن وبنقدم الخدمة لكل المترددين فيه عندنا قطع ايما للأطفال اقل من 15 سنة في جميع المناسب لحد دلوقتي احنا طعمنا ما يفرض من 2100 طفل ضد شلل الاطفال و731 ضد الحصبة والحصبة الالمين المين المترددين على العيادات في كافة التخصصات من كل الجنسيات سواء كان المصريين او الاشقاء في السودان او الجنسيات الاخرى حتى النهاردة 7-5 ويقرب من 7-7-7-96 رفع الدرجة الاستعداد في المستشفيات في اسوان وخاصة من المستشفى ابو سنبل وغيرها وتحويل المرضى الذين يحتاجون الى تدخلات اكثر دقة الى المستشفيات سواء مستشفى حميات اسوان مستشفى ابو سنبل مستشفى الصداقة التخصصي وكمان لو احتاجنا تدخل اعلى بيتم تحويل الى مستشفيات القاهرة سواء حميات العباسية او هليابلس او معهد الاورام لمن يحتاج ده بالاضافة الى تمركزات سيارات الاسعاف وتحرب سيارات الاسعاف كل ده في التعامل المباشر مع الليجيين في جزء تاني وهي ناقلات الامراض ومكافحة القوارد والحشرات والاغذية والتأكد من سلامة الاغذية المقدمة والتأكد من القضاء على ناقلات الامراض من الحشرات والقوارد ده جزء من قدمه دولة المصرية بتقدمه ممتلة في وزارة صحة والسكان للاشقاء من السودان والمصريين ولكل العائدين والنازحين من الاحداث الحادثة في دولة السودان الشعب الله يا دكتور انا بجد من قلبي بشكركم حقيقي يعني جهد اكتر من عظيم واكتر من رائع ويمكن دي اهم واحلى مهمة ممكن البشر يقوموا بها انا بشكرك جدا انا دكتور حسيم كل الشكر دكتور حسيم عبدالغفار المتحدث باسمه وزارة الصحة صدق اللي قال مصر النورة باهلها والله العظيم اهلها دول مش بس احنا يعني المواطنين المصريين اهلها هو كل مواطن عربي عايز الامن والامان والرعاية والمودة والمحبة والاخوة مصر النورة باهلها بعد الفاصل فقرتنا الرئيسية عايزين نتكلم شوية عن ازاي الحوار الوطني بيعزز من ملف التصنيع والنهوض بالصناعة والتصدير ما بين قسيم بقى لازم تشوف مبادرة ابدأ شيء طول الوقت لفت للنظر وتابعه بكثافة لو صح التعمير معانا داخل الستوديو ان شاء الله بعض الفاصل مريم محمود عضو المبادرة الوطنية لتنمية وتطوير الصناعة ابدأ فاصل ونبدأ مما لا شك فيه ان المحور الاقتصادي في الحوار الوطني محور شديد الاهمية ومتشاعب ومليان لجان ومواضيع وما الى ذلك طيب على رأس الاولويات الاقتصادية بتاعت اي دولة في الدنيا بالتأكيد تطوير صناعتها ودعم صدرتها طيب مبادرة ابدأ بتعمل اي بصه انا قدرش اقولك مبادرة ابدأ بتعمل ايه في هذا المناف يعني يمكن حتى احنا لسه في عيد العمال فكنا بنشوف جانب انا بقولك جانب يعني من الشركات اللي وقفت على رجليها مع ابدأ ويمكن اتكلمنا في الموضوع ده يومها معنا داخل الستوديو من ورانا ومشرفانا مريم محمود عضو المبادرة الوطنية لتنمية وتطوير الصناعة ما بين مزدوجين ابدأ ازاك يا مريم اهلا بحضرتك عامل ايه الحمد لله ابدأ الناس ممكن لحد اللحظة دي الموضوع العادي ما يبقاش عارف اكتر من انه ابدأ ساعدة المصنع الفلاني ابدأ اه ساعدة الشركة الفلانية ابدأ ساعدة المشروع العلاني ابدأ بتعمل ايه ابدأ بتعمل ثلاث حاجات رئيسية حلوة بتعمل مشاريع جديدة وبتطور مصانع قائمة وبتعمل شغل برضو في التدريب والبحث والتطوير جدير في المشروعات الجديدة اه حصري عاملين حصر زي ما حك شفت ان الوردات تقريبا 95 مليار دولار احنا في ابدأ عاملين حصر بسلع اه تقريبا ايمتها 40 مليار دولار مستهدفين ان احنا نشتغل عليها ونوطنها هنا في مصر حاليا احنا شغالين على مشاريع بتساعد فيه تقليل الفجوة الاسترادية ب16 مليار دولار 64 مشروع فيه مشاريع برضو عندنا شغالين عليها ان احنا نعمل قيمة مضافة على المواد الخام الموجودة في مصر زي السودة زي الرمال البيضة والرمال السودة فيه برضو مشاريع الاسمدة الفوسفاتية لان احنا عندنا في مصر برضو يعني السروات كبيرة جدا من الفوسفات فطبعا برضو شغالين على شق مستلزمات الانتاج مع التطورات اللي حصلت بعد كورونا بقى فيه صعوبات في الاستيراد مش بس عشان يعني مشكلات هنا في مصر المشكلات دي في كل العالم فيه التوردات مش منتظمة فبقى المصنعين البديل يعني افضل بديل عندهم ان هو يحاول يوطن اكبر قدر ممكن من السلع الوسيطة اللي هو بيستخدمها هنا في مصر خصوصا لو كان حيصدر المنتج بتاعه في الآخر فابدأ برضو بتجيب المصنعين اللي هم يعني مثلا لو السلعة معينة كذا مصنع بيستهلكها او محتاجة يعني الانتاج بكميات كبيرة او لارج سكيلو بروداكشن بتجيبوا مع بعض تشوف ايه المواصفات اللي هم عايزينها الطريقة ان هم يعني الطريقة الامثل قانونيا وفنيا وانتاجيا وتسوئيا ان هم يخشوا يشاركوا في مصنع واحد بحيص ان حجم الانتاج يلبي كل احتياجات السوق وكمان يبقى فيه شريك اجنبي ياخد الجزء اللي هو يقدر يفيد عن احتياجات السوق يصدروا برا فان بقى احنا هنا استفدنا ان احنا شغلنا فرص عمل يعني استقبلنا الاستثمار الاجنبي اللي عايز زيجي مصر ينوع الاماكن الانتاج اللي بيكون موجود فيها عشان لو في بعض الاماكن حصلت فيها ازمة بيبقاش هو مركز مصنع في حتة واحدة ده طبعا بيفيدنا ان احنا بنوفر موارد نقدة اجنبي وكمان بنقدر نعمل تصدير وبنستغل الموضة الخاملة عندنا وبنشغل عمالها احنا مصر عندهم قومات كتيرة جدا في الصناعة وفيه مش بس مستثمرين مصريين يعني ده فيه مستثمرين عرب واجانب وافارقة شايفين ان مصر فيها يعني فرصة كبيرة جدا انها فيها المصنع بتاعتهم ان هما يصدروا منها كمان المحور التاني بقى اللي احنا شغالين عليه محور دعم الصناعات القائمة احنا التوجيه اللي عندنا ان احنا قبل يعني من السادة الرئيس ان السادة الرئيس بيتابع المبادرة اسبوعية توجيه اللي عندنا ان احنا قبل ما اروح افتح مصنع جديد لازم اشوف المصنع القائمة احتياجاتها لو هي حبة تتوسع يقدر يديد كطوط انتاج جديدة محتاج اعادة تأهيل محتاج ان انا استفيد منه في بقى بعض المصنع كمان بتصادف يعني ضمن الحاجات اللي احنا بنرصدها بيبقى مصنع يعني تقريبا كان عامل حسابه على ان هو دراسة الجدوة بتاعته بمبلغ معين او بتكلفة تمويل معين فييجي مع الازمات اللي حصلت عالميا وتأثرها على مصر وكده فيبقى محتاج احتياجات تمولية اكتر يبقى محتاج تسهيلات في الاجراءات يبقى محتاج عمالة مدربة يبقى محتاج يعني محتاج مساعدات في التصدير محتاج مساعدات في ان هو يجيب حاجات يستكمل خطوط الانتاج بتاعته يبقى فاضله يعني جزء بسيط ويدخل في حيز الانتاج او يبدأ مراحل التشغيل فده طبعا ابدأ يعني بتدعمه بكل الطرق بالشراكة او يعني بالتعاون بقى مع كل الجهات المعنية سواء وزارة التجارة والصناعة مجلس الوزراء كل الجهات بتتكتف معنا ان احنا نساعد الناس انها تقدر تشتغل وتنتج وتحفظ على العمالة اللي فيها وكمان لو تقدر انها تكسب وتحقق ربح جميل ده كده المحور التاني ده المحور التاني المحور التالت بقى عندنا هو التدريب والبحث والتطوير طبعا من ضمن ابدأ شغالة على استراتيجية مع يعني كتير من الجهات من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني على فين يبقى فيه استراتيجية كبيرة للتدريب مستهدفين ان احنا نوصل بالتدريب ان احنا ندرب يعني ما بين 40 ل 50 الف عامل في السنة بحيث ان العمالة دي تقدر ما تروح تشتغل في المصانع او تشتغل في يعني في الانتاج انها تبقى عندها القدرات اللي تأهلها انها تشتغل وتستمر ويبقى المنتج قادر ينافس في السوق برضو طبعا من ضمن مقاومات الصناعة طبعا برضو البحث والتطوير لان بره بيبقى فيه انفق على البحث والتطوير كبير جدا فالصناعة بتتطور كل يوم فبيجي مثلا علشان بالدات المشروعات الصغيرة والمتوسطة اما بتيجي عايزة انها تطور منتج او انها تصدروا فالحاجات دي بتحتاج انها تودي منتجاتها للمعامل برا فالشحن والحاجات دي كان بياخد منها وقت طويل جدا فبردو ابدأ شغالة مع خبراء جانب على عمل بعض المعامل اللي هي مش موجود لها مثيل في مصر طيب تكلام عظيم بس ان لسه عندي تساؤلات كتير خليني استأذنك يا ماري مستأذن مشاهدينا فين احنا هنروح لفاصل نرجع مرة تانية مع ماري محمود وعضو المبادرة الوطنية لتنمية وتطوير الصناعة ابدأ موضوع مهم وكبير جدا استنونا طيب كروني مجد رحيب بضفقنا العزيزة ماري محمود وعضو المبادرة الوطنية لتنمية وتطوير الصناعة ابدأ هاخد المحور الاول انا بشتغل على المشاركات او انشاء مصانع جديدة ده عن طريق ابدأ ده في محورها الاول صحي كده؟ فكرتنا في ابدأ ان القطاع الخاص اكتر كفاءة من القطاع العام ودي حاجة التجربة اثبتتها على مدى يعني الستين سنة فاتت فاحنا بيبقى المستثمر من القطاع الخاص بيعمل الدراسات الفنية بتاعته والدراسات يعني بيشوف المشروع ليه ربحية مجدي مش مجدي فبيلاقي المشروع مجدي بيجي بيقدم لنا الطلب فصاحب الفكرة او مستثمر بيجي بيعمل دراسة الجادوة ويجيبها؟ بنيجي بندرس الطلب بتاعه وغالبا ابدأ بتدخل في مشاريع بيبقى فيها كونسورتيوم مستثمرين او كونسورتيوم مصنعين حيستهلكوا السلعة اللي بينتجوها كويس فبس بيبقوا عايزين ابدأ كدور تنصيقي ما بينهم وفي مشاريع تانية بيبقى هو عايز يحس ان هو خايف ان هو يستثمر لوحده او عايز يحس ان في مبادرة موجودة معاه المبادرة دي هتسهله كل العقبات اللي بتقابله فبيجي المبادرة ابدأ احنا عندنا شركة ابدأ لتنمية المشروعات دي الزراع التنفيذي للمبادرة الشركة مملوكة لمؤسسة حياة كريمة مؤسسة مجتمع مدني فبيبقى عندنا اريحية شوي نحن بنتعامل بقوانين وقواعد القطاع الخاص فده بيريح المستثمرين وفي نفس الوقت بيبقى محسسهم بالامان فلما بيجي المستثمر بيقدم الدراسة بتاعته بنقوله طب معاك مستثمر اجنابي عشان نضمن ان احنا هنصدر وعشان نضمن برضو انه هيبقى فيه تطوير دايما للمنتج بنعمل الدراسات احنا كمان وبنرجعها بنشوف هنوفر التمويل ازاي المشروع ايه الحاجات اللي احنا نقدر نسهلها ازاي انا اختصر وقت تنفيذ المشروع بدل ما الجدول الزمن عشان المشروع يتنفذ يبقى مثلا في السنتين وثلاثة لا ازاي ابدأ تقدر تحركه ويتنفذ في السنة ازاي يعني اصعده في اختيار المكان الامثل لي انه هو نعمل المصنع بتاعه الاجراءات كلها بسهلها له بأسرع وقت ممكن بالتعامل مع كل الجهات وعشان المبادرة برضو بقى فيه متابعة اسبوعية من سيد الرئيس فده بيدينا يعني يعني بيخلينا صحيح عندنا يعني ان احنا لازم ننفذ المشروع بأسرع وقت ممكن بس بيخلي برضو كمان يعني المستثمر بيبقى حاسس يعني عنده شعور بالامان وعنده اعتقاء يعني بيبقى عنده بقى خلاص يعني ايه كافة التسهيلات المطلوبة بتتعامل فنقدر ان احنا يعني في أسرع وقت ممكن اقلل اكبر قدر من فاتورة الوردات او ان انا ازود الصادرات اذا ابدأ معنية بالاساس بصناعة يعني ممكن يجي حد يقول والله مثلا عايز امول شركة تعمل في المسأل خدمات الرقمية ده كده ما يروحش الابدأ ولا يروح لا احنا بقى بنعمل ايه احنا كل المصانع وكل المشاريع اللي عندنا بنوفر لها احدث خدمات رقمية موجودة يعني انا قابة عمل مع شركات الخدمات الرقمية عشان تطور المصانع اللي انا بعملها ويبقى فيها كل نظم الادارة وكل نظم الحديثة يعني احدث انظمة موجودة بس احنا لا ما دخلناش في ابدأ في ان انا اقدم خدمات رقمية يعني مش يعني ان انا بطور خدمات رقمية احنا معنيين اكتر بالصناعة والتصنيع صواء صناعات استخراجية او صناعات تحويلية ان انا نحاول مادة خام لمنتج طيب دراست الجدو عادة لها تكلفة وتكلفتها ما هياش هينة ممكن يبقى في عندي فلان الفلاني وعنده الفكرة المبدئية وعنده بعض التصورات الواقعية لكن ما يقدرش يكلف دراست جدوى ويروح لمكتب استشاري يقولهموا انه بيشتغلولي على دي بتبقى تكلفة هل ده يقدر يجي الابدأ ولا يوجد لنفسه الاول مصدر لتمويل دراست الجدوى وبعدين يحلها حلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما بتبقاش تكلفة دراست الجدوى بتاعتها يعني كبيرة قوي فدي احنا يعني عندنا فريق كامل من خارج البرنامج الرئاسي هما كفاءات في كافة التخصصات وبنتعامل برضو معك يعني مع المستشارين يعني مستشارين ماليين وبنوك استثمار يعني كل الجهات ان احنا بنساعد المستثمر وبنعمله الدراست الجدوى بتبقى لو هي مشروعات متوسطة والصغيرة بنعملها لو برضو المشروع مشروع كبير جدا زي السودة ايش بنجيب طبعا بيوت خبرة اجنبية وبنجيب شركات استشارات اجنبية وبنعمل الدراسة بحيث ان انا اضمن يعني الدراست الجدوى هتفيدني في ايه ان انا مقدرش احط مثلا خمسمائة مليون دولار في مشروعه انا مش دارس الجدوى بتاعته مش عارف احتياجات الاسواق الخارجية اللي انا هتصدر لها ومصفاتها الفنية فابدأ بتمول في الحالة دي برضو دراست الجدوى طيب ابدأ ساعدت حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي في ظهور كان مشروع جديد اخرجوا للحياة وساعدت في مساعد او بالقلق اشتغلت على مساعدة كم مشروع كان قائم بالفعل تقريبا احنا في المشاريع الجديدة حتى الان افتتحنا خمس مشروعات بس يعني احنا يعني وعدنا يعني للبلد لان احنا الصناعة دي هي اللي يعني استقبلها هو دي قطرة النمو طبعا فاحنا في خلال السنة دي واخر يعني حتى نهاية السنة الجاية هنكون فتحنا اربعة وستين مشروع كلها صناعات كبيرة في خلال خمس سنين من عملها هتقلل الفاتورة الاستراداب 16 مليار دولار والمشاريع دي هتشغل 150 الف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة تقريبا الاستثمرات بتاعتها يعني حتى الان تقريبا في حدود 150 مليار جنيه المصانع بقى اللي احنا ساعدناها احنا كنا قبل الاطلاق الرسمي للمبادرة طبعا المبادرة قعدنا سنة بندرس المشاكل والتحديات اللي بتواجه المستثمرين طب واحنا نقدر نعمل لهم ايه طب حتحرك معهم ازاي بحسن ان انا قبل يعني يبقى فيه اطلاق بقى ويبقى فيه يعني الظهور الرسمي انا ابقى ملكة ادواتي وبابقى عارفة ازاي يعني لو محتاجة اصلاحات تشريعية على المستوى الكلي او على مستوى الدولة كلها بنعملها محتاجين ان احنا نقول ان احنا محتاجين تغفرى في دعم الصادرات زي ما هيحصل من السنة المالية الجاية برضو حضرنا ادواتنا مع كافة الجهات ده كان من خلال ان احنا عملنا رصد وبحث حالة لتمن تلاف مصنع على فكرة منهم مصنع كتير من القطاع غير الرسمي عايزين يتحولوا لقطاع رسمي عايزين هو يقدر يصدر كمان فرصدنا تمن تلاف مصنع ولما عملنا الموقع الالكتروني بتاع المبادرة ابدأ دوت كوم دوت اي جي اتقدم لنا عليه يعني ساعدنا تقريبا سبعمية تسعة وتمانين مصنع قائم احنا نحلل له مشاكله اي مشكله اجرائية قانونية عايز ياخد ترخيص تصريح اراضي اي مشاكل في التمويل اي مشكله يعني معظم يعني 70% من المصنع دي حلنا مشاكلها بالكامل وكان فيه برضو مصانع جديدة بتبقى واقفة على حاجات بسيطة فدي حلنا تقريبا مشكلة 500 مصنع احنا بنبقى حرصين ان احنا يعني كل فترة برضو يعني نخلي المصنعين او جزء من المستثمرين اللي احنا بسعيدهم يطلعوا يتكلموا علشان اكبر قدر من المصنع اللي عندها مشكلة تقدر تقدم على الويب سايت واحنا يعني بنكلمهم ونتوصل معاهم وبنروح لهم وبنحل مشاكلهم احنا مش شغالين بس في العاشر او اكتوبر احنا مش شغالين في كل مصنع في عموم الجمهورية بننزل في حاجات بنستنى الويب سايت وفي حاجات احنا بنروح للمصانع الموجودة في المناطق الصناعية في المجمعات الصناعية حتى لو مصنع يعني مش شرط يكون في منطقة الصناعية بس عشان اصعده فاحنا بنحاول عندنا يا اما من خلال الرصد بنزل اصعده يا اما من خلال الويب سايت لان انا لما استعد المصنع القائم ده اولوية عندي كامل وان انا افتح مصنع جديد كلما زادت معرفتي بابدأ كلما زاد احترامي لهذه المبادرة بصراحة اسئلة كتير تدور في زهن المشاهد وتدور في زهن العزيزي المستثمر الصغير كده زي ما بتقال وفي زهن انا كمان لكن جايات كتير ان شاء الله ربنا نوفقكم ان النهار ده هخش منازمة ببادوا على ابدا دوت كوم دوت اي جي انا اكتبها على الشاشة وانا باختم حلوة والله العظيم جميلة ومفيدة مريم انا اشكرك جدا وتحياتي ليكي وتحياتي لكل القائمين على المبادرة بجد يعني نوفقكم شكرا لحياتكم شكرا للمساهدين والمصنعين اللي في مصر شكرا لكي يا رمي ابدا دوت كوم دوت اي جي سهلا قوي ابدا اي بي دي دابل اي لا اي واحدة اي واحدة ابدا كده اي بي دي اي دوت كوم دوت اي جي بس كده خيل الختام ثواني يكون موجود معكم حالا كريم رمزي وبرنامج رقم عشر اما احنا لو كلنا العمر ان شاء الله نكون موجودين معاكم بكرة في نفس المعاد وبرنامجكم التساع ابدا